راح نحتاج لتنين بيض من مزارع الكوثر، نصف كوب زبدة، كوب سكر الأسرة، معلقة فنلا، تنين كوب طحين، كوب ماء، وثنين معلقة صغيرة بيكينج باودر، كوب جوز، كوب تفاح، معلقة كبيرة قرفة. طيب، هلأ أول شيء بدنا، السكر مع نصف كوب زبدة، هلأ أنا أعير بهاي بصلا الاحتياط، سأعرف إنه نصف هاي الكمية، هاي هاي نصف كوب زبدة، بدنا نخلطهم مع بعض، بعدين هاي الزبدة بناءها لبعد شوي، أول شيء نخلط زبدة مع السكر عشان السكر يدوم، تمام، هلأ أنا حابة أحكي لكل الأشخاص اللي حابين يقللوا من كمية الزبدة، وكمية الزيت اللي بيعملوها بالبيت، لما بدهم يعملوا كيك أو حلويات، بيقدروا يستخدموا صلصة التفاح، صلصة التفاح ممكن تنباع بالسوبر ماركت، بيكون مكتوب عليها صلصة التفاح أو الأفل سوت، هلأ يفضل إنه إحنا نحضرها بالبيت لأنه اللي بتكون جاهزة بتكون فيها كمية السكر عالية، أما لما بتكون إحنا محضرينها بالبيت بنقدر نتحكم بكمية السكر، وممكن للأشخاص اللي بتعاني من السكر يمكن إنه إحنا ما نضيف عليها سكر، ونعتمد بس على السكر الموجود بالفواك اللي هو جاي من التفاح، كيف ممكن نعمل هاي الصلصة بالبيت؟ منسلق التفاح، طبعاً منقطعه، منسلقه، وبعدين منهرسه ومنخليه، هون هاي الصلصة ستخفف كتير من كمية الزيت وكمية الزبدة اللي إحنا بنستخدمها، يعني إذا كان عندنا بالوصفة واحد كوب من الزيت، ممكن نحط نصف كوب من الزيت، ونحط الكمية الثانية من سلصة التفاح، شو رأيك يا شف؟ مية بالمية، منقدر نستخدمها كمان لهاي الوصفة على فكرة دندون، لماذا أنا ضعت؟ أوكي، أنا هون ضفت اثنين ضياد والبانيلا، أريد أخفقهم شوي لعلى سرعة عالية، طيب، بعدين عندي الباكينج باودر والطحين، هلأ بدي أنخل الطحين عشان تنفش معي الكيك أكتر، كيف أعمل هذا الأشي؟ ورقة زبدة، أوكي، بعدين بحط الباكينج باودر بهاي، أو منقدر بمصفاي، أو منقدر بأي، يعني أي نوع مصفاي، ما في داعي، حتى مصفاي تنفع، بس بتطول أكتر، أوكي، أوكي، هاي هاي، هلأ نحط الطحين، طيب، نرجع نذكر كل المشاهدين أنهم بيقدروا يتواصلوا معنا على رقمنا 06-566-5055، وبيقدروا كمان يشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تيفي أوفيشل، نصبح على عايشة بتقولنا صباح الورد، نضال مساء الخير لإلك، هيام مساء الخير، شف أم هشام بتحكي لك أعطينا طريقة للدونت ستكون مهضومة وبتشهي، مهضومة وبتشهي، بنكس في الأسبوع الجاي، بنعمل وصف الدونت زاكية، مقلية، ليس معدامة، ليس معدامة، خلص الأسبوع الجاي، إن شاء الله، حلو، طيب، أنا ليعم بنخل الطحين كمان مرة خلينا نحكي، عشان يدخل هواء بين الطحين، وتنفش معي الكيك أكتر، الطريقة بقدر أجيب هاي، أو بقدر بأي مصفاي عندي بالبيت، وليه حطيت ورقة الزبدة، بس عشان تساعدني لما بدي أنقل الطحين على خلطة الكيك، بس مش أكتر، يعني هاي ورقة الزبدة ما نكبها هلأ، نظيفة، ونقدر نستخدمها بالظبط، ممتاز، ننرجع نذكر كل ستات البيوت، اللي حابين يجربوا وصفاتنا لليوم، وما عندهم كل الأغراض، بس بنزلوا الابليكيشن تبع دكانتي على الاب ستور أو على الاندرويد، وبيقدروا يوصلوا الأغراض، وبيوصلوهم لباب البيت أو باب الشغل، وينما بتحبوه، فدكانتي سهلوا علينا كثير، فجربوا وصفاتنا لليوم، بطل في عندهم حجة، ما عندي أغراض، وما عندي تفاح، وما عندي جول، وبيقدروا هيك يجربوا كل الوطفات، مجرد، ما في حجة لأولا إشياء، كانت كثير سهلوا علينا، كثير أشياء صراحة، وبرجة بحكي لك، كثير فرنبلي يوزر، يوزر فرنبلي بتعامل، حسنا، 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 لدي الكيك جاهزة، لدي هنا، أنا عملتها دائرية، نقدر نعملها مستطيلة، مربعة، أو بالقالب تبع الكيك، أو بالقالب الكيك المخزوق من النص، أو حتى بربعة، طلعت معي، ملاشحة، أو، حسنا، أو، أو شو اسمه، كوب كيكز كمان، موفنز يعني، بطلعوا حلوين للشغل أو للمدرسة، حسنا، أنا عندي سؤال، نعم، نعم، لن نعمل في البيت، الكيك تعتبر التفاح، التفاح ينزل إلى تحت، ما هي السبب؟ آه، حسنا، هناك سببين، أول شيء، كثافة الكيك غلط للمقادير، يعني، دائماً الكيك اللي فيها حشوة شوكولاتة، حبيبات شوكولاتة، أو، لا، هي هي هيك، أوك، هذا الكرات، هاي، منظرهم بشحي، أوك، بيكون مشكلة كثافة الكيك دندونة، يعني، ايش بيكون ناقص؟ بتكون، مرأة زيادة، خلينا نحكي، أوك، هذول، طبعاً أنا بدلني وافع كمية طحين اللي بنسن حط، بالضبط، حتى هيك تطلع مرأة، فهلا، أنا هون، ما بدي حتى، لاحظت أني ما خلطت، تمام، بدي أعمل هون، خلطة، اللي هي، زبدة، نحاول ما نكتر، بس عشان دانا، حاول، مع سكر بني من الأسرة، بدي أحركهم مع بعض، أوك، ننحرك السكر البني، سكر البني رح يعطي طعمة كثير زاكية للكيك، صح، بيعطي طعم الكراميل، مش زي السكر العادي الأبيض، صح، هيك بيعطي طعم هو إيش، السكر البني فيه وفيه دبس شوي، تمام، هلأ بدي أحط من السكر، طبعاً دانا، غمضي ناكي، أو أحكي لك بأي موضوع ثاني، طيب، نرجع نذكر كل المشاهدين، إنهم فيقدر يتواصلوا معنا، على صفحتنا على الفيسبوك، على عمان تي في أوفيشل، رح أقرأ شوي من التعليقات، عشان أعمل حالي أني ما عم بطلع، طب، انتي ما تطلع، بسي عم تعمل، بسي عم تعمل، بسي أورجيهم كيف أعمل هاي الخطوة، هلأ بعد ما حطيت السكر، أكيد ما رح يضل السكر هيك، بيعود خشب، بدي أدخل السكر لجوه الكيك، زي الماربل، زي الكيك الرخامي شوي يصير، بدي أعمل هيك، هلأ ليه أنا ما حطيت هاي الخلطة جوه الكيك، عشان بدي إياها، بضلها على الوجه، بس تطلع جوه، يعني المنق هيك، الوجه يكون شكله حلو، شكله حلو، بعدين بدي أجيب الارفة هلأ، بنرشها تحت التفاح عشان، طب هلأ بيفرق إذا إحنا حطينا التفاح والارفة على الغاز، وشوي هيك حمصناهم على بعض، بدينا حطناهم على الوجه، بيفرق إنه هو بينزل أو ما بينزل؟ ما هو أورادي رح يفوت، رح تفوت على الفرن، هلأ بعد ما نحط التفاح بهالطريقة، قدرت أخذ وقت؟ رح نخط التفاح بعدين الجوز، ونحطها بالفرن لمدة أربعين دقيقة، موسيقى رح تحفظ موسيقى رح تحفظ موسيقى موسيقى شكرا